اجتماع بين وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري ووزير العمل نضال القطامين وآخر بين وزير البترول المصري أسامة كمال ووزير الطاقة علاء البطينة وزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى المملكة بهدف يراه محللون جليا بحل القضيتين المتعثرتين مع الجانب المصري امداد الغاز للمملكة والعمالة المصرية في الأردن الزيارة الرسمية جاءت بعد الانتقادات الملكية للحكومة المصرية وتحميلها مسئولية ارتفاع المديونية في ظل عدم ضخ الغاز للمملكة ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة رغم الوعود المصرية بزيادة كمية الغاز التي يتم ضخها للمملكة ورغم الأنباء التي ترددت حول زيادة الضخ إلى 180 مليون قدم مكعب يوميا إلا أن الحكومة تؤكد أن معدل الضخ على حاله وهو 100 مليون قدم مكعب يوميا أعتقد أن هذه الزيارة عشان تسهل أكثر تعمق وتربط روابط الاتصال بشكل أكثر لتبسيط الإجراءات وتسهلها ليجب أن نتحرك سريعا لإزالة أي ما يمكن أن يعكر صفو هذه العلاقة الطيبة لتستمر دائما نقية قوية مستمرة بيننا وبين الأردن الشقيق القضية الثانية متعلقة بحملة ترحيل للعمالة المصرية التي لا تملك إقامة شرعية في المملكة وقد تلاها اتصالات من الرئيس المصري محمد مرسي بجلالة الملك عبد الله الثاني لكن الاجتماع الوزاري الذي عقد اليوم لم يثمر عن حل فالجانب المصري طالب بتفعيل البروتوكول المتعلق بالعمالة بين البلدين إلا أن مصادر في وزارة العمل أفادت لرؤية أن هذا الموضوع بقي معلقا لحين اتخاذ قرار على مستوى رئيسي للحكومتين إذن لا يزال محورات زيارة الشائكين يحولان دون تفاهم مرجو بين الحكومتين ولهذا تعقد الآمال على زيارة قنديل غدا علها تعيد الملفين العالقين إلى أدراجهما اشتركوا في القناة